خلينا نروح لو تسمحنين برضو كابتن إيهاب دلوقتي لملعب التتش عشان نتطمن ونشوف ايه اخر الاستعدادات للفريق في المنافسات طبعا القادمة زي ما حضراتكم عارفين ومراسلنا العزيز محمد توفيق يا توفيق سريعا كده عايزين نعرف منك طبعا صباح الفل عليك في البداية وعايزين نعرف منك الكواليس كالعادة واخر الاستعدادات للفريق صباح الخير يا نهوان تحياتي ليكي والكريم ولدفكم الكريم كابتن إيهاب جلال يعني أجواء أكثر من رأينا داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة المقار رئيسي للنادي الأهلي عقب الفوز بالأمس على نادي المصري بالسلوم في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021-2022 بطولة الكأس الجلال زي ما بقول كالنهاردة أول تدريب على طول تدريب استشفائي ما فيش وقت للراح على طول الاستعداد لمباراة بعد غدا أمام استرن الكمبني في إطار المؤجلات الجولة 14 من الدورة العام يمكن النهاردة التدريب اللاعبين تجمعوا فيه تمام الساعة العاشرة صباحا وانطلق المران فيه لحادات عاشرة صباحا بدأ طبعا بمحاضرة الكابتن سال عبد الحفيز تكلم فيها مع اللاعبين عن أهمية هذه المباراة وما إليها ممكن المباراة بروفة أخيرة قبل مباراة الزمالك يوم الأحد المقبل إن شاء الله وكمان هي مباراة هامة ضمن المؤجلات عشان النادر أهلي يقدر يحصل ثلاث نقاط جديدة تقربوا من صدارة بطولة الدوري ممكن النادر أهلي بيقاتل فيه المرتبة الثالثة بفقط 16 مباراة بفقط 4 مباراة على المتصدر المسابقة برصيد 37 نقطة إن شاء الله تكون أولى خطوة من 4 مباراة مؤجلة تقرب النادر أهلي كتير جدا من صدارة الدوري كابتن سامو أمصان كمان المدرب العام للفريق تكلم مع اللاعبين عن أهمية هذه المباراة وإنها البروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك وطبعا ضرورة الحصول على الثلاث نقاط يمكن بشرة خيرة عودة أليو ديونج ده أول محترفين العائدين لصفوف النادر أهلي عادة بالأمس وعمل زي ما نقول تمرينة في الجيم ولكن النهاردة أول مشاركة في التمرينة الجامعية مع الفريق كمان كابتن وليد سليمان يمكن شوفيه تماما من الإصابة وبيشارك في التمرينات الجامعية النهاردة بس الاستمر غيابه هو علي لطف طبعا للإصابة بجزعة في اليد طبعا غاب عن التمرينات لليوم طبعا بالإضافة ليه غياب على الكبير جدا من لعبين الدوليين يمكن لسه منتظرين عودة برستاو وعلي معلول لعبين المحترفين وكمان لعبين المتخم مصر اللي موجودين في كوريا كل التوفيق لنادي الأهل وإن شاء الله يقدم مباراة كبيرة بعد غدا وكمان مباراة الزمانك يوم 19 وإن شاء الله يبقى النادي الأهل دائما في المقدمة كلمة ليكم اتفضل طيب توفيق عندي سؤال أخير بس برضو سريعا حستأذنك يعني بعد المباراة يعني والتقلق برضو ليه بعد الكوادر الموجودة عندنا ايه الحديث اللي دار يعني خليني برضو أعرف منك عشان ننقل ده وانعكساته ليه الجماهير تفضل طبعا هوان ده بيأثر على الجميع بالإجابة أن يكون عندك أكثر من لعب بديل خاصة مع ضغط المباراة احنا بنتكلم تقريبا خلال الشهر المقبل النادي الأهل يلعب أكثر من عشر مباراة هتبقى محتاجة لكل عناصر القيمة كمان هتبقى محتاجة لعالة كبيرة جدا من ناشئين اللي طمئنان مباراة على العالة كبيرة طبعا مصطفى شوبير خاصة في ظل الإصابة علي لطفي ده طمن الجهاز بشكل كبير جدا كمان زياد طارق أحمد نبيل كوكا كل العناصر دي بتدى طمئنين للجهاز الفني ممكن حتى كابتن سامق مصام في تصريحات لقمات النادي الأهل مباراة عقب المباراة الأهم حاجة كنتم تفهم معاها أنا ومستر ميتسو بسمياني الموديل الفني الفريق أن احنا عاوزين نجهز أكبر عدد من اللاعبين خلال المباراتين سواء مبارات المصري بالسلوم أو كمان مبارات استرن كامبني عشان المبارات جاية وضغط المبارات أعتقد جهازات أكثر من اللاعب هتكون مفيدة جدا الفريق وهيكون عندك سكواتي دارت بدلي كتير جدا بينه خلال الفترة المقبلة جدا بنشكرك جدا يا توفيق شكرا لك لهذه التقطية وأكيد